ركزوا على الجمل الكونية جيداً وافهموها مثلاً تقول الكون العظيم يغير ظروفي وتتفاعل القوة الكونية كلها من أجل أن تمنحني مليون دولار تركزون على هذه الجملة لاحظوا التركيز بالعواطف وبالفكر مش فقط تقول وإنما تركز بالعواطف والفكر وتعيش تقول أمتلئ بالصحة الكونية أمتلئ بالفرح الكوني والقوة الكونية الرب العظيم وطاقات النار وطاقات الماء وطاقات الهواء وطاقات الأرض تتفاعل بعضها مع البعض لتمنحني السلام الأبدي لتمنحني الحماية الأبدية لتمنحني الفرح الأبدي وتركز التركيز تركز على الجملة الكونية هذه جملة كونية بمعنى طاقة أن تباني مع الكون أخواني واخواتي ونبهكم أنك تركزين على الجملة الكونية وممكن أفضل أنك تكتبها مرة مرتين ثلاثة أربعة تقرأها تكتبها مرة مرتين ثلاثة تقرأها وأفضل الأفضل تكتبها تقرأها وأمامك نار الشمعة والأفضل أفضل 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 تأتي بنار الشمعة وتأتي بالنجمة الخماسية وتكتب وتقرأ تصلي تكتب تقرأ تصلي تعلن هو هذا الكون هو هذا التغيير هو هذا البناء هو هذا الخلق والأفضل أفضل أفضل إذا تأتي بموسيقى هادئة تنسجم معها وتنطلق إلى الأبدية والأفضل أفضل أفضل نستمر تأتي بالبخور مثلا هذا هو العالم الحقيقي من الغير المنظور أنت تبني حياتك لا تبني حياتك من أنك ولدت في تلك الدولة ويجب أن تنجز كذا ومشوار ينتظرك أو شخص تتذكر حوادث الماضي شخص قال لك كذا تشعر بالحزن اترك هذا هذا كله فبرك وهم انطلق إلى أبديتك ابدأ فعل وقلنا في حلقات سابقة طلاب المتافزيكس نسميهم ملوك التفعيلات هو هذا أنت يعني تعيش حياتك تفعل حقيقة تعيش حياتك متحد بطاقات الطبيعة تعيش حياتك متحد بطاقات الجبال طاقات البحار طاقات الكواكب طاقات العناصر الخمسة وتعلن تعلن بالكلمة هذه حياتنا الروحية هيك نعيشها باستمرار باستمرار يعني صلاة اعلان كتابة تفعيلات ونمتلأ أيضا بالضوء الأبدي يعني نقول الضوء الكوني يملأنا الحب الكوني يملأنا نعيش الفرص الأبدية نعلن إننا الفرص الأبدية نعيش الحياة الأبدية نعلن إننا الحياة الأبدية فهذا يسمى العيش من الغير المنظور أنت تكون باني مع الكون ترجمة نانسي قنقر